اشتركوا في القناة 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 وبناءً على وعد الله ما شك ولا تردد بل تقو بالإيمان ومجد الله وأيقن ملء اليقين أن الله قادر أن ينجز ما وعد به فلذلك حُصِب له إيمانه برًّا ولم يُكتب من أجله وحده أنه حُصِب له برًّا بل كُتِب أيضًا من أجلنا نحن الذين سيُحسَبُ لنا برًّا لأننا نؤمن بالذي أقام من بين الأموات يسوع ربنا الذي أُسلم من أجل زلَّاتنا وأُقيم من أجل تبريرنا والتسبيح لله دائماً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى مراحلك يَا رَبُّ نُصَبُّكُ السَّلاَهُ لِجَمِعِكُمْ وَمَعْ رُوحِكَ من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقة الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السقوط أيها السامع لأن الإنجيل القدس يقلل الآن عليكم أسمعوا ومشكوا واشكروا كلمة الله قال لوق البشير بما أن كثيرين أخذوا يرتبون رواية للأحداث التي تمت عندنا كما سلمها إلينا من كانوا منذ البدء شهود عيان الكلمة ثم صاروا خداماً لها رأيت أنا أيضاً أيها الشريف تيوفيل أن أكتبها لك بحسب ترتيبها بعدما تبعتها كلها منذ بدايتها تتبعاً دقيقاً لكي تطيقنا صحة الكلام الذي وعظت به كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهنٌ اسمه زكريا من فرقة أبيا لهم رأةٌ من بنات هارون اسمها إلي صبات وكانا كلاهما برَّين أمام الله سالِكَين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم وما كان لهما ولد لأن ألي صباتا كانت عاكراً وكانا كلاهما قطعنا في أيامهما وفيما كان زكريا يقوم بالخدمة الكهنوتية أمام الله في أثناء نوبة فرقته أصابته القرعة بحسب عادة الكهنوت ليدخل مقدس هيكل الرب ويُحرِق البخور وكان كل جمهور الشعب يصلِّ في الخارج في أثناء إحراق البخور وتراء ملاك الرب لزكريا واقفاً عن يمين المذبح البخور فاضطرب زكريا حين رأاه واستول عليه الخوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا فقد استجيبت طلبتك وامرأتك إلى صباق ستلِد لك ابنًا فسمِّه يُحنَّة ويكون لك فرحٌ وابتهاج ويفرح بمولده كثيرون لأنه سيكون عظيمًا في نظر الرب لا يشرب خمراً ولا مسكراً ويمتلِئ من الروح القدُس وهو بعد في حشى أمه ويرُد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويسير أمام الرب بروح إليَّ وقوَّته ليرُدَّ قلوب الآباء إلى الأبناء والعُصاط إلى حِكمة الأبرار فيهيِّئ للرب شعبًا مُعدًّا خيرَ أعداد فقال زكريا للملاك بماذا أعرف هذا؟ فإني أنا شيخٌّ وامرأتي قد طعنت في أيامها فأجاب الملاك وقال له أنا هو جبرائيل الواقف في حضرة الله وقد أُرسِلتُ لأُكَلِّبَكَ ويُبَشِّركَ بهذا وها أنت تكونُ صامِتًا لا تقدِرُ أن تتكلم حتى اليوم الذي يحدُثُ فيه ذلك لأنَّك لم تُؤمن بكلامٍ الذي سيتمُّ في أوانِه وكان الشعب ينتظر زكريا ويتعجَّب من إبطائه في مقدس الهيكل ولما خرج زكريا لم يكن قادراً أن يُكلمهم فأدركوا أنه رأى رؤيا في المقدس وكان يُشيرُ إليهم بالإشارة وبقي أبكم ولما تمت أيامُ خدمته مضى إلى بيته بعد تلك الأيام حملت امرأته إلى صبات وكتمت أمرها خمسة أشهر وهي تقول هكذا صنع الرب إليَّ في الأيام التي نظر إلي فيها ليُزيل العار عني من بين الناس حقًّا والأمانُ لجميعِكم المسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحيلاً والمسيح يسوع التسبيح والبركات أخوتي الأحبة اليوم بيبلش زمن جديد هو زمن الميلاد زمن المجيء الخلاصي للرب يسوع إلى العالم بهالزمن بيبلش بالفرح ببشارة بشارة زكريا بحبل أمرأته الإصابات هالإنجيل أخوتي بفرجينا علاقتنا بالرب كيف تكون عشوه مأسسة مثل ما شفنا علاقة زكريا بالرب مأسسة على خدمته الكهنوتية وهالخدمة أكيد لازم تكون عظيمة مثل ما سمعنا أنه كان هو ومرأته برّين أمام الناس وأمام الله وهالختيار اللي قدّى حياته كلها يصلي أنه ينزال العار عنه وعن امرأته بإنجاب ولد لأنه بما مضى كانوا مفاكرين اليهود أنه لما يجي أولاد كان خاطئ أو أهله خطئين وما الله رزقون ولد هذه كانت سمعتهم العاطلة مع أنه سمعنا أنه كانوا برّين أمام الناس وأمام الله أجت الكرعة على الكهن الختيار ما بين أكثر من عشرين ألف كهن كانوا يأتيوا بالكرعة لحتى يقدموا البخور ويرجعوا يفلوا فات زكريا على المقدس ومثل ما سمعنا هونيك بيّن إيمان زكريا بيّنت المسيرة كلها اللي عملها كل حياته وهو بالرب وهالمسيرة بيّنت ركيكة جدا أي مسيرة كان عمل زكريا أي مسيرة معقولة هالختيار اللي مفرقاني معه يمكن وعارف حاله لحيموت بس يسمع الملاك ويشوفه بينرعب بتغير وجه وباية أكيد بس شاف طلع لبرة شافوه العالم وعرفوا ضغري أنه أكيد شاف شي جوه لأنه مش بس كان أخرص كان نهائته كلها مغيرة وغير لون أختي زكريا كان ماشي على مستوى الخدمة صلوات وبخور وطلبات وقراءة الإنجيل العهد القديم أكيد وبس ما جرب يتعمق بالعلاقة مع الرب مع أنه كان كل عمره يصل ويطلب بس إيمانه وصل لهون للطلب الله ما استجاب للطلب الأول ما استجاب له لطلبه هونيكي وقف إيمانه الرب قرر أنه يستجب له طلبه وقرر أنه يعطيه ولد ولد عظيم مثل يوحنى مع مدان اللي هو من أعظم الأنبياء وآخر نبي قبل مجيء المخلص زكريا وقفهم الرب يسوع كان بده يأتي وعرفه لزكريا أكيد أنه إيمانه وقف ولكن الرب لا يتركنا ولو إيمانه وقف ولو هلقد فينا نعطي ولو هلقد إيماننا ما أنه منفتح للرب الرب الرب ينزل ويفتح لنا قلبنا ويفتح لنا إيماننا لكي نكمل المسيرة لأن الإيمان لا يوقف والتضرعات للرب لا يجب أن توقف والرجاء لا يجب أن يوقف قال له يا زكريا لا تكون أبكم لا يوجد أن تحكي لأنك شكيت بإرادة الرب ومشيئته لأنك شكيت بإيمانك أنت يا زكريا لكن كل عمرك تخدم بالهيكل شكيت هذا الشكل بسيط بالنسبة لزكريا يمكن بس بالنسبة لأنه شك كبير شك على مقدرة الله ولو كان ختياره ختياره مرته الله لا يوجد شيء مستحيل قدامه هذا الصمت تسعة شهر خلّ زكريا يعمل إعادة كراءة لحياته بشو مؤمن بالطلبات التي كان يطلبها أو بالرب بحد ذاته إذا الله أعطينا الطلبات أو ما أعطينا الطلبات لا يجب أن نشك وليس أن نوقف بإيماننا لمحل معين وليس أن نفتح قلبنا لأن الرب سيارجع ينزل ويشدنا لعنده يخرسنا يخلينا بصدمة قوية لنوع لا أعرف هو الذي يعرف كيف نحن نستطيع نوع بأي صدمة يمكن أن نمرض ونعمل هذه المسيرة من كفية لوقفة محل معين فيا أختي لا يجب أن تكونوا مستسلمين خلص هذا القد يستطيع أن أعمل وليس أن أعمل أكثر أختي الرب دائما معنا ويجب أن تؤمنوا بهذا ويجب أن تصدقوا وليس أن تكون حياتنا صلوات وتكرار ويجب أن العلاقة تكون متينة مع الرب ماذا لم يأتي بالحياة ماذا لم يقبلنا من الصعوبات أجينا أولاد ما أجينا أولاد أجينا مرض ما أجينا مرض أجينا موت مع أحباقنا أو لا ليس هذا المهم الله يستطيع أن يشفي المريض الذي يريده بواسطة العجيبة أكيد ويستطيع أن يشفي ليس لأنه إذا لم نرى ما يحبنا بالعكس يكون هذا الوقت الذي يكون يهزنا فيه لحتى نفتح قلبنا ومساعدنا لا توقف أمين نؤمن بإله واحد آب ضابط لكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوب مساوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح الكدس ومن مريم العدراء وصار أنسانا وصلب عن عهد بلا تسلبنط تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآهل وأيضا يأتي مجر عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح الكدس الرب المحيي المبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يجد له ويمجد الناطق بالأنياء والرسل وبكنيسة واحدة جامع مقدسة رسولية ونعترف مع مضيق واحدة لمغفرة الخطايا ونتأجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآيات أمين موسيقى هالليل يا قال الرب إنني الخبص الموحي لاتي من حضم الآل كوتا للعالم طالي حد من عذراء الأم من عذراء المريم مثل حبات القمحي في الأرض الخاصة صرت فوق المذباحة كوتا للبيع هالي الغيام وخبز حياة أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين أكبر ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك والاسمك الكدوس أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل أعطياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيل خلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن لدى الله من آدم حتى اليوم ولسيما الطبوية وتالله مريم ومار مارون وجميع الكدسين أذكر اللهم آباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الثبيحة نذكر كل نوية الموجودة بقلوبنا وأذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان آمين أطبال يا بات التائبين بحمو حلمك وأعذبتك البخور المقدلك من المؤمنين أبناء بيعتك بأيدي أرباب الجنة مردق ربنا وراحت له تالله وكان قابلت برأس النوم قربانا براه خليلك شبهنا نددت لك يبار كان شعبك يلذو لك ربنا بخرنا وارضى عنا مولانا بالفور رحمتك نتابعنا فور ماربطلس المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الآباب آمين أيوالآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعا وأهلنا نعانك بعضنا بعضا في نسمة محبتك لا تنقدم بكبلة الله الغش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وإلى الآباب آمين السلام لك يا مضبح الله السلام لأسرى المقدس الموضوع عليك السلام لكم يا أخوتي في المسيح ليعطي كل واحد مننا السلام قريبا وبمحبات وأمانة طرد الله أمامك يا ربنا الحنين أقبل منك البركة والمعونة لضعفنا لأنك للجميع الملجى والمعين وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وإلى الآباب آمين يا رب وضع بواجك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وإلى الآباب آمين ما أحبت الله إلىه ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا أخوتي إلى الآباب ومع روحك لتكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلام إنها لديك يا أمباب لنشكر الرب متأيبين ونجد له خاشعين إنه لحق وواجب حقاً إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالك جميع البرايا إننا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين هدوث 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 والأرض مملوة من مجدك العظيم هو شعن في العالم مبارك الذي يتعسوه فيأتي باسم الرب هو شعن في العالم إنك الكدوس اللهم الآب وكثير المراحم لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا وبيعوم ووضك دمحاشو ديليم عبد حاية نساب اللحم وبيدا وقادي شطو وبارك وقادي وقصو يابل تلبدا وكادما سأخول منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حصو يطحو بي والحاي دلعو لم علمي وبهذا وصاهم وحطهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيه نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فالتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقاطم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بصواب خطيانا يوم تدين الأبرار والخطا بل ترأى فينا وارحمنا واشح بوجيك عن خطيان وعضونا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى بيك وهي تقول ارحمنا أيها الآبو الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما رهبها ساعة أحبا ينحدر فيها الروح الحي الكدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فالنقف مصلي خاشع ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين وحق القدوس فيعطدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي الكدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذا الكس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها ويجساد من كل خطيئة وللحياة الأبدية اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطيرك المطاقي ومار بولوس مطراننا وعضوا ذلك هنا والشمامس وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين متوسلين عننا إليك نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب من طلب أن نذكرهم ومن رام أن يقرب فما استطاعوا واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة كن لهم ستراً وملجأاً لأنك مخلص الجميع نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقدسين كافة ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب الأباء الأطهار والملافن الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم أعددنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك نسألك يا رب يا رب الرحم اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وأخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أننا للمراحم وأفران الخطايا لنا ولهم أرح اللهم الموت واغفر خطيانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارد مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي الكدوس الآن وإلى الأباد كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأباد أمين سامحنا وتقدمنا أن نختم لفيني وتحاسيبه وتربون سابيني وترالي ولوداني فرحطه تسعري ضربون توري يا كربانا شهيا كربا عننا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا الكربان فنهتف إليك من سمة واحدة ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات ليققدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن نشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واخفر لنا زنوبنا وخطيانا كما نحن نخفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجن من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين أمين لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها بل نجن من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولبنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد أمين السلام لجميعكم ومع روحك أحنو رؤوسكم أمام الله الرأوف وأمام مثبحي الغافر وأمام جسد مخلص ودمي المحيم يتناولون واقبل البركات من الرأوف بارك يا رب السجدين لك المنحنين أمامك طارعين إليك وأهلهم لمراحمك وأفراني خطياهم لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير ونرفع المجد والشكر إليه وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس ألانا وإلى الأبد نعمة الثلس الأقدس لزليل متساوي في الجوار معكم يا أخوتي إلى الأبد ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخوش وليسأله الرحمة والحلام الأقدس والقدس بالكمال والنقاوة والقدس أبن واحد قدوس أبن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأباد أهلنا أيها الرب إلى أن تتقدس أجسادنا بجسدك الكدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطيانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد يا ربي لست مستحقا أن تدخل لا تحت صقف بيتك يا ربي لست مستحقا أن تتقدم يا ربي لست مستحقا أن تتقدم يا ربي لست مستحقا أن تتقدم أهلنا أيها الرب إلى إله يا ربي لست مستحقا أن تتقدم يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمين السلام لجميعكم أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك احفظهم بصليبك وكن لهم سطرا وملجأا وكملهم بفيدي بركاتك فنرفع معه المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الكدوس الآن وإلى الأباد اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزادي والبركات التي نلتموها مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثلس الأقدس الآب والابن والروح الكدوس الإله الواحد له المجد إلى الأباد احضا بارك عليك السلام وإلى الأمام يا نشمة البحر والآمام يا والدات ربي الأزم وهي يا بطول يمتعسل فلا تقطع عننا الهباب حيالا وفي الوقت منها يا أم معظم الحياة يا بطول يمتعسل فلا تقطع عننا الهباب فلا تقطع عننا الهباب يا بطول يمتعسل فلا تقطع عننا الهباب يا بطول يمتعسل فلا تقطع عننا الهباب يا بطول يمتعسل فلا تقطع عننا الهباب